السلام عليكم يعطيكم العافية الثالث حبايب اليوم بدنا ان شاء الله نبدأ مع بعض بالوحدة الأخيرة من مادة العلوم ويلي هي وحدة الكون والحياة الكون والحياة الآن وحدة الكون والحياة بتتحدث عن الشمس صفات الشمس تتحدث عن الأرض تتحدث عن الفرق بين النجم والنجم والكوكب بتتحدث لنا طبعا عن القمر وتتحدث عن تكون الليل والنهار وعن أطوار القمر تمام يا ثالث فالآن هاي مضمون وحدتنا الوحدة الثالثة عفوا الوحدة الرابعة بدخل منها ثلاثة دروس بالامتحان النهائي يعني المادة اللي مطلوبة بس ثلاثة دروس باقي الوحدة محذوف من الوزارة طبعا محذوف من الوزارة تمام يا ثالث الآن أول درس بدنا نبلش فيه اللي هو درس الشمس نكتب عليه التاريخ 16-12 واليوم واليوم الأربعة الآن نطلع لهون هاي الشمس يا ثالث شايفينها؟ الشمس قرص دائري موجود في قلب السماء أي شايفينه يا ثالث الشمس قرص دائري صغير مبين عليه أنه صغير في السماء موجود طبعا إحنا اللي بنشوفه صغير شوفوا يا ثالث هاي الشمس ملاحظين كيف الشمس ملتهبة زي كأنها نار ملاحظين يا ثالث الشمس ملتهبة زي كأنها نار هاي شايفينها؟ هي بنفسها مولعة هي بنفسها مولعة الآن بدنا نحكي بشكل مختصر عن الشمس فبنحكي يا ثالث إنه زي ما إحنا شايفين الشمس نجم سماوي مضيء الشمس نجم سماوي مضيء نجم سماوي مضيء يعني الشمس نجم وليست كوكب الشمس نجم سماوي شو يعني سماوي؟ يعني موجود في السماء مضيء مضيء بذاته طبعا هو اللي بضوي هو نفسه بضوي شكله كروي زي ما انتوا شايفين هون وزي ما انتوا شايفين هون شكله كروي ولونها أصفر هاي شايفين شو لونها لونها أصفر وحرارتها مرتفعة جدا أو حرارتها شديدة جدا تمام يا ثالث تمام إذن شو هي الشمس الشمس هي عبارة عن نجم سماوي مضيء نجم سماوي مضيء شكلها كروي ولونها أصفر وحرارتها شديدة الآن شو بيصني عفوا شو بيصني أنا من الشمس على الأرض شو بيصني يا ثالثة من الشمس على الأرض برافو عليكم أنا بيصني من الشمس على الأرض حرارة الشمس وضوء الشمس بوصلني من الشمس للأرض حرارة الشمس وضوء الشمس الآن زي ما إحنا شايفين بظهر إنه الشمس قرص دائري صغير جدا الآن الشمس حجمها أضعاف حجم الأرض الشمس فعليا حجمها أضعاف حجم الأرض يعني هي أكبر من الأرض بكثير والشمس ثابتة في مكانها ما بتتحرك الآن ليش إحنا يا ثالث بنشوفها صغيرة ليش بنشوفها كرة صغيرة أو دائرة صغيرة إحنا بنشوفها كرة صغيرة لإنها الشمس كثير بعيد عننا كثير بعيدة عننا بعيد 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 كثير 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 مشان هيك إحنا بنشوفها صغيرة هسا كل ما بحدنا عن الشيء بنشوفه صغير وكل ما قربنا عليه بنشوفه كبير ولكن بحكم من الله عز وجل فالشمس ثابتة في مكانها الشمس ثابتة بمكانها وبعيدة بعد معتدل عن الأرض يعني لو الشمس زاحت صانتي من مكانها طلعت لفوق بتبرد الأرض بتتجمد وإذا نزلت للتحت باتجاه الأرض صانتي واحد شوفوا قديش الصانتي صغير لو نزلت صانتي واحد بتحرق الأرض فالآن بقدرة الله عز وجل ربنا وضحها بهذا المكان وثبتها ربنا وضع الشمس في هذا المكان وخلاها ثابتة ما بتتحرق من مكانها لا بتطلع ولا بتنزل تمام يا ثالث برد أعيد نحن بنشوف الشمس صغيرة لأنها بعيدة كثير خلينا نجي نجاوب على الأسئلة اللي هون ما لون الشمس الشمس لونها أصفر زي ما حكينا أصفوا شكل الشمس شو شكل الشمس حكينا الشمس نجم سماوي كروية الشكل إذن هي كروية الشكل ثلاث ما الذي يصل إلينا من الشمس شو برأيكم اللي بوصل إلينا من الشمس أحسنتم ضوء الشمس وحرارتها أربعة لماذا نرى الشمس قرصا صغيرا في السماء مع أن حجمها كبير جدا ليش يا ثالث برافو عليكم لأنها بعيدة كثير كثير لأنها بعيدة كثير كثير مشان هيك إحنا بنشوفها صغيرة كثير يا ثالث وبهيك يا ثالث إحنا أنهينا درسنا لليوم يعطيكم العافية بكرة ما في حصة رياضيات في تدريبات للرياضيات رح أعطيكم إياهم واجب ولكن رح أستبدل حصة الرياضيات بحصة علوم رح نأخذ درس الأرض يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر